يعتزم الرئيس الامريكي اوباما الاجتماع مع السناتر السابق بوب جراهم وهو مدير الهيئة المستقلة للتحقيق في اكارثة التسارب النفطي في خليج المكسيك ويعد الاجتماع هو الاول مع الهيئة التحقيقية التي شكلها رئيس الامريكي للتحقيق ووضع التوصيات ومن اجل التنقيب عن النفط مستقبلا يأتي ذلك فيما اعتبرت مجموعة بريتش بتروليوم البريطانية ان حفرة ابار ثانوية في اغسطس المقبل لتخفيص الضغط عن البئر الرئيسية هو الحلو الامثل لوقف التسارب النفطي في خليج المكسيك